شهدت حدائق منتج عبابل السياحي في بابل يوم أمس حفلة توزيع قطع أراضي لشريحة الصحفيين وفق آلية احتساب النقاط المستحقين وضعتها لجنة مشتركة من نقابة الصحفيين في بابل والحكومة المحلية ومديرية بلدية الحلة فيما أكد محافظ بابل حسن منديل لمراسل قناة زاكروس أن منح قطعة أرض للصحفي هو استحقاق وتثمين للجهد الذي تبذله هذه الشريحة للمشتبع العراقي والتي تعد السلطة الرابعة في البلاد باشرة محافظة بابل حقيقة ومنذ أكثر من تسع سنوات لأول مرة بإنصاف شريحة الإعلاميين والصحفيين المنتمين إلى نقابة الصحفيين وإلى اتحاد الإذاعات أيضا في محافظة بابل بتوزيع قطع أراضي لهذه الشريحة تقديرا منها وتثمين منها لهذه الجهود المباركة التي لطالما قدمت من شخصيات كفوة من أبناء المحافظة وإنصافنا لهذه الشريحة هو جزء من إعطاءها حقها أسوة بالشرائح الأخرى من ذوي الشهداء ومن الجرحى والسجناء وأيضا أبناءنا في الجيش الأبيض والقوات الأمنية الذين سيتم إنصافهم أيضا إن شاء الله في غضون أسبوع سيتم توزيع محظر يشمل هذه الفئات بإذن الله تعالى